اللي جاي هيبقى ازاي قبل ما انتقل لملفه مهم جدا الناس كلها اكيد سمعتنا في بداية الحالة نتكلم على موقف لجنة الحكام والتشكيل الجديد لللجنة خلال الفترة اللي جاي ده امر مرتبط ببيان الاهل اللي صدر منذ ايام قليلة جدا وده مرتبط بحاجات كتيرة موقف لجنة الحكام تطبيق اللوايح والقوانين ارسال عدالة على المسابقات وتطبيق الليحة والقانون على الكبير قبل الصغير كل دي حاجات بالتأكيد هنتكلم فيها في الجزئيات اللي جاية ولكن الاهل الفترة اللي جاية مقبل على بطولات كتيرة جدا اولا هتاخد اجازة من يوم 3-8 بنتكلم في 20-21 يوم يعني هترجع مثلا على يوم 23-8 او 24-8 بالتأكيد محتاج كمان على اقل يعني 3 اسابيع شهر يعني للتحضير للمسم الجديد منهم معسقر اعداد اكيد بيتم الترتيب ليه خلال الفترة اللي جاية فانت داخل على مرحلة صعبة بداية الموسم هتكون الاجندة الدولية من 7-12-9 دي اول حاجة في بداية الموسم منتخب مصر عنده مطشين فبداية الموسم من 7-12-9 بعد كده في مطشين تأكد رسمين الاهل ها يلعبهم منتصف 39-9 دي مطشط دور الـ 32 الدور التمهيد التاني في دوري ابطال افريقيا وارد وارد ان يتلعب السوبر الافريقي بين الاهل والتحاد العاصمة في الفترة دي في الفترة دي وده احنا قلناه قبل كده في الحلقات اللي فاتت وشرحنا كاوليس كتيرة في ملف السوبر الافريقي طيب كأس الربطة او قصد سوري كأس السوبر للانديال ابطال بالنظام اللي اتقال دلوقتي لسه هيعلن في شهر 9 معادل بطولة ولكن لما تبص على الاجندة هتيجي في شهر 10 في اجندة دولية في منتصف اكتوبر بعد كده الاهل عنده دوري السوبر الافريقي الدوري الافريقي الممتاز من 20-10 لـ 11-11 وفي التوقيت ده الاهل مش هلعب اي مباراة محلية ده قرار رسمي من الاتحاد الافريقي فبالتالي شهر 10 ونوفمبر داخل في المطشط دي طيب بعد ما تخلص مطشط 11-11 عيب عندك اجندة دولية في منتصف نوفمبر تخلص منها تروح على دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا والكونفيدرالية وبالتالي انت قولي ده مستمر في المشاركات القرية ولسه ملعبتش حاجة في المسابقات المحلية تروح بعدها لكأس العام الاندية من 12-22 ديسمبر بعد كده عندك كأس قوم افريقيا في يناير وفبراير دي الاجندة اللي جاية للأهل امتى البطولة كأس السوبر الاندية الابطال يعني من المتوقع ده انتظار التحديد ده في المؤتمر الصحف الرسمي اللي هيتعمل في الامارات في شهر 9 متوقع ان البطولة تتلعب في اول اسبوع في شهر 10 يمكن ده اكتر توقيت فيه فراغ ممكن يتلعب فيه هذه المباراة ولكن الناس مستنية بس بلورة بعض التفاصيل عشان يتم الاعلام بشكل رسمي في الظل ان فيه حاجات قرية يعني لسه الكاف ما ارسلش فيها خطوات رسمية الاتحاد الكورة واحنا عارفين احنا كاعلام ممكن نتعامل مع الموعيد طبقا للمصادر ولكن اتحاد الكورة والربطة ومجلس ابو ظبي لازم يتعامل من خلال مخاطبات رسمية فيه نقطة تانية مهمة جدا لقال يا جماعة لما بياخد قرار بالمشاركة في البطولة بيشارك بناء على كذا معيار اولا وجهة النظر الفنية للمدير الفني ثانيا احترام الليحة وتطبيق القانون عشان الليحة تتطبق على الجميع فبالتالي الليحة بيشارك في البطولة بيناقش كل التفاصيل دي في اجتماعات رسمية فهنستنى الفترة الجاية نشوف الاهل هيبقى مقبل على ايه لان عنده استكمال الكاس القديم اللي احنا فيه ان شاء الله في حال تخطي المصر يوم الخميس عنده الدوري العام الموسم الجديد عنده كاس مصر الموسم الجديد فيه كاس ربطة الموسم اللي جاي كاس السوبر للاندال ابطال السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمة دوري ابطال افريقيا كاس العالم للاندية اجندة دولية للمنتخف في شهر تسعة وعشرة وحداشر كاس عالم اندية في شهر اتناشر كاس اوم افريقية دوري المجموعات في شهر نوفمبر وديسمبر واستكماله في شهر فبراير يعني زحمة غير طبيعية ربنا يكون فعون الجهاز الفني واللعيبة في الفترة اللي جاية طيب اخر حاجة بالنسبة لكولر كولر انبارح تسأل سؤال في المؤتمر الصحفي هل انت راهن بقاك في الاهلي بالتعاقد مع رأس حربة انا على المستوى الشخصي اندهشت من السؤال يعني هل حد يقدر يسأل مدرب في اي مؤتمر صحفي في العالم انت راهن بقاك في فرقة لحين التعاقد مع رأس حربة او اي صفقة يعني في اي مركز مفيش الكلام ده كولر انبارح رد على فكرة وقال الكلام ده مش حقيق ازاي اربط تعاقدي واستمراري وتمديد تعاقدي مع الاهلي باللانا الاهلي نجح في التعاقد مع رأس حربة او لم ينجح مين اللي قال الكلام ده على فكرة ممكن البعض يسمع السؤال ويعدي لكن الجزئية دي كويس من بدري ان هي تسألت لان يبدو كده ان كان فيه ستوري بتتحضر للفترة اللي جاية خلاف بين كولر ولجنة التخطيط خلاف بين كولر وادارة النادي عدم التعاقد مع رأس حربة حتى الان ده يسبب ازمة للمدير الفني دخلين كده ايه في قصة لزيزة ظريفة البعض يحاول يسيرها خلال الفترة جاية ولكن كولر افالها بدري ورده في المطامر الصحف مبارح كان اكبر دليل ان الموضوع ده بلونة بيحاول البعض يطلحها لكن الراجل اجهضها من البداية وقال الكلام ده مش حي طيب